تصريحات في منتهى الأهمية من جوليا سؤونان ده الراجل اللي كان بينافس سامول إيته على رئاسة اتحاد الكاميروني تصريحات مهمة هو شايف إن الكاميرون هتكسبه بالتأكيد طبعا بلده وإحنا شايفينه منتخب مصر بإذن الله هيكسب هذه المغاية هو قال نقطع على فكرة أنا ميل لها شوية زي ما قلت لكم في الأول إن سامول إيته لما قال إنه على الحرب تصريحات مبلغ فيها طبعا ما تتقلش من مسؤول بس ده العادي يعني مش العادي برضو عشان برضو ما قلتش كلام مش مظبوط في الكارة الأفريقية التصريحات دي بتبقى عادية بيحمس لعيبته بالطريقة دي برضو أنا واخد عليه إنه ما ينفعش يقولها كمسؤول بس يعني برضو مش هنكبرها قوي وبردو مش هنصغرها قوي عموما نسمع كالوس كيروش اللي اعترض جدا جدا على تصريحات سامول إيته ديت ورد عليه رد نموذجي نشوف تصريحات كالوس كيروش ونرجع نكمل كلامنا أعتقد أنها بطولة قاسية للجميع فهي بطولة صعبة جدا ولكن في نهاية المطاف بدأنا البطولة بـ 25 لاعبا اليوم لدينا 22 لاعبا مستعدون للمباراة أمام منتخب الكاميرون وهذا عدد جيد من وجهة نظري ونحن حقيقة سعداء بهذه البطولة خاصة عندما نقوم بتغيير استداد كرة القدم وملاعب التدريب والحشائش المختلفة وهي تمثل أيضا كثافة لمجهود اللاعبين لأن غالبية اللاعبين غير معتادين ربما كثيرا على هذه المباريات المكثفة في فترة قصيرة من الوقت وبالتالي من الطبيعي بأن تحدث هناك بعض الإصابات ولكن نشكر الله أن جميع اللاعبين استشفوا وعادوا مرة أخرى ربما أكرم فقد ترك الفريق وأيضا حجازي لديه إصابة لا يمكن معالجتها الآن في البداية وللأسف هذا تعليق أأسف عليه وأيضا نهج سيء جدا ورسالة سيئة إلى الشعب الكاميروني لأنه نسي أن هناك بعض الكاميرونيون ماتوا داخل الاستاد ومثل هذا الإعلان أنها حرب قبل المباراة سيجني من ورائها لا شيء على الإطلاق خاصة فيما تعلق بالاحترافية كرة القدم وللأسف هذا تعليق سيء كرة القدم لا تتعلق بشن حروب ولكن كرة القدم تتعلق بالفرحة والسعادة دائما والاستمتاع ولكن هذا ما سنفعله سنرد على هذه الحرب بكرة القدم وباللعب من أجل تقديم كرة قدم رائعة وإسعاد الجماهير نحن هنا لإسعادهم وليس لأن نتسبب في وفاتهم ولكن أن تكون لديهم الفرحة والسعادة والاحتفالات الناس تسعى دائما ومشتاقة إلى تلك اللحظات من السعادة عندما يفوز فريقها بالمباراة ولكن أن تحدى فريق الكاميرون وتقول أنه جاء لإعلان الحرب والتحدي سأترك ذلك للتحاد الإفريقي على كرة القدم الكاف لأن تعليق مثل ذلك يستحق بطاقة حمراء في هذه اللحظات كل شيء منفتح تماما لدينا كتيبة قوية من اللاعبين تستطيع تحقيق الفوز ولكن لن نستطيع أن نكون أبطال لهذه البطولة إن لم يكن لدينا كتيبة جيدة من اللاعبين وأيضا دكة احتياط قوية هذا ما نفعله خلال الثلاثة أشهر والنصف الماضية لدراسة كل إمكانات اللاعبين وأن نغطي كل الاختيارات وكل المفاجآت تعلمت في حياتي أن كرة القدم الشيطان دائما موجود خلف الباب وبالتالي المفاجآت يمكن أن تحدث في أي وقت ولكن في نهاية اليوم فإننا نستمر بإيماننا بهذه القدرة لدى اللاعبين وما نحتاجه وما أنا لا أريد الحديث إلى الصحافة أو وسائل الإعلام مهمتي هو أن أبعث برسالة ولا أتحدث ولكن للأسف قررت اليوم أن آتي هنا لأنني سمعت الكثير من الحديث والإشاعات والأكاذيب الناس تخلق وتنسج روايات وقصص حول اللاعبين لدينا ناؤناس ليست مهمتهم الحديث عن النقاط التكتيكية ولديهم تعليقات عن الخطط وعن الإصابات وهذا خطر أمر خطير هذا الفريق كما قال كابتن صلاح هذا هو المنتخب المصري لكرة القدم وليس أندي أو نادي ولكن ليس نادي الزمالك أو الأهلي أو الإسماعيلي أو فيوتشر هو المنتخب الوطني المصري لكرة القدم نحن نريد مشجعين حقيقيين والمشجعين المصريين يتفاهمون جيدا بأن المنتخب أو منتخبهم يؤدي بشكل جيد وبروح قتالية نحن هنا عائلة وأصدقاء ولا أكثر من ذلك ولكن العديد من القصص تنسج ما وراء السطار ولا أتفهم ولا أفهم لماذا لماذا بعض الناس يفعلون كل ذلك من أجل الحديث عن لحظات أو ثواني على شاشة التلفاز من أجل أن يحدثوا نوع من التدهر ومن لدينا لاعبين ونتحدث عن المصابين ومن سيلعب أمامهم وأتمنى أن تفهم الجماهير المصرية أننا لا نجذب عليهم على الإطلاق نحن لا نخدعهم على الإطلاق عن هدفنا الرئيسي وبالتالي قراري أن آتي هنا للحديث وللجماهير المصرية نحن هنا لهدف واحد هو أن نلعب من أجلكم أنتم السبب الذي جئنا من أجله هنا لكي نضحي ولكي نبذل كل جهدنا ولكي نلعب ونحقق النصر من أجلكم هذا ما أسعى لقوله دون أن أستخدم الناس وأجذب عليهم وأنسج روايات غير حقيقية هذه أشياء غير مقبولة على الإطلاق يجب إيقاف كل ذلك إن أردتم أن تبنوا منتخب قومي قوي يطلق عليه منتخب المصري يجب أن تتوقفوا عن الحديث عن نعرات الفرق ولكن تحدثوا فقط عن منتخب مصر هذه ليست الطريقة الجيدة للتقدم وأنا تحدثت في العديد من المرات بأن مجلس الإدارة والاتحاد ورئيس الاتحاد كلهم يحترمون ذلك ويستمرون في ذلك ولكن المباراة أمام الكاميرون مباراة صعبة نحن لم نأتي هنا للعب ضد رغبات جماهيرنا وضد الناس هنا ولكن التعليق أقول البعض أقول أن هناك ربما من جواسيس داخل الفريق هذا خطأ لأن ذلك يعني أن بيننا خونا وبالتالي كيف يكون ذلك أن أعضاء الفريق يخونون اللاعبين أو يتحدثون بأشياء غير حقيقية هذا ليس جيد ولكن عندما يتحدث السيد إتو وهو يتحدث عن وجود هؤلاء الجواسيس أو يتحدث عن دخلاء الناس يجب أن يكون لديها الشجاعة ولا تكذب على شعبها وعلى جماهيرها كيف تقول أن هناك وتسوق فكرة أن هناك جواسيس وأن هناك عملاء يجب أن تتوقف عن ذلك حالا وفورا نحن لدينا ميزة جيدة ولدينا شرف كبير أن نشارك في هذه المسابقة وأيضا شرف لكل دولة أن تلعب وتصل إلى نصف النهائية الآن وتلعب مباراة ضد الدولة المنظمة ولكأس الأمة الإفريقية وفي الكاميرون نشاهد الناس الناس تفعل كل شيء من أجل الحصول على السعادة هذا هو ديء مبتغى من كرة القدم أن تشعر الجماهير ولديها شوق كبير للاستمتاع بكرة القدم دعونا نعمل معا من أجل خلق الفرحة والسعادة لتلك الجماهير هذه هي مهمتنا ودورنا نحن أقول للسيد إتو عليك أن تلعب كرة قدم وأن تصحح من مفاهيمك هذه ليست حرب عليك أن تصحح فيما قلت ولا تؤدي إلى بعض الناس والجميع التي ماتت في الاستاد هذه حرب ولكن كرة القدم فرحة كرة القدم يحتفلات وسعادة وبالتالي ولدينا شرف أن نضع أيدينا في أيدي لاعب الكاميرون من أجل أن نخرج بمباراة وعرض رائع لكرة القدم هذه هي مهمتنا وهذا هو هدفنا وهذا ما أعد لاعبي البنتخب المصري من أجل ذلك ولكن الحرب التي أعلنها السيد إتو سنرد عليها بكرة قدم وبأفضل إسلوب وأفضل أداء لكرة القدم هذا ما يتوقعه الناس مننا جميعا وليست هذه الحرب التي تحدث عنها نتحدث عن الشرف وعن الكرامة وبالتالي توقف عن ذلك توقف عن ذلك